الدراما صارت بغليبتها عربية مشتركة شو تأثير هدا التلاقح على الدراما السورية أو حتى على المصيئة التصورية أدي استفدتوا من تجارب؟ تجارب العربية العربية التجارب العربية يعني أنا بقول لك التجربة المصرية فقط هي اللي استفدنا نحن منه لبنانية ما فيه تجربة بنانية درامية هني استفادوا أكثر هلأ هده الحقيقين هنا بقولوا نحن استفدنا وانتوا استفدنا أخي خلينا نحكي بمجالنا مسيئة تصورية مسيئة تصورية هنم ما لهم اختصاصين بالموسيئة التصورية بصراحة هنم عندهم أكيد مسيئة على سوية عالية جدا لكن لكن ما لتصورية بيروحوا بيميلوا لحالة الشي الغنائي أكتر حتى لو كان شي كلاسيكي بس بيميلوا لحالة الغناء أكتر لأنه هيكل يعني الشعب لبناني بتكوينه كيف تقولك الجغرافي وتكوين انفتاحه على حضارات غربية كتير فهو دائما ميال للحالة هيك اللي فيها فيها باور يعني فيها هيك نشاط سخب سخب كزا هي تماما لبداية الأزمة انقطعت عن العمل تماما كنت متردد بين السافر والضل قبلها كنت مقيم بمصر رجعت واعتكفت وبإيد بالبيت بعدها رجعت لتقدم الأغنية الوطنية كانت بوقتها إيجاك نص ويمر بطيفها لمسلسل عناية مشددة دي كلمات أدهم مرشد صارت نشيد وطني لكتير من السوريين اليوم طبعاً نوقع التنفيذ الأغنية كنت مع الموزع تحاني طيفور بيسلم عليك يلا يسلم كنتم بحلب وما كان في إنترنت صح؟ كان أنت ميت يعني وكان حيصار وكان ظروف وكانت نشغلت بظروف استثنائية شو تحكي لنا عن عن شي ما حكيته قبل عن هايدي الغنية لما نفتها أول شي بحكي لك عن الظروف الصعبة اللي كنا موجودين فيها شي التاني الأهم من هيك أنه أنا كنت على تحدي كنت عم بسمع هيك الموجه من الأغاني الوطنية يلي لا لون ولا رائحة ولا طعم وما بعرف إذا فيه أنت متذكر شي فيه هلا يعني متذكر شي ما بتصور أبداً أنت سو فكنت عم بفكر أنه كيف الإنسان بدي يبتكر بهاي الحالة الوطنية اللي احنا عايشين أنه كيف يبتكر هلا حالة وطنية تخص السوريين كلها يعني تحكي عن السوريين واجعهم كلها يعني فهي الحالة كتير عزبتني أنا بهذا الوضع بالصدفة وقت التقيت أو مو التقيت يعني كنت حكيت مع صديقي وحبيب قلبي فنان أدهم مرشيد أنا والأستاذ أحمد إبراهيم أحمد كنا عم نتواصل معه بس هو كان بأميركا بصراحة كمان هو كان زعلان مخرج العمل نعم كمان أدهم كان هيك بحالة شوي صعبة نتيجة الظلوف اللي عم تعيش على البلد يعني كانت كانت تعرف الـ 2015-2016 كانت أصعب مراحل يعني نعم فأنا وقت وقت حكينا مع أدهم كان هيكي اكتئب جدا وعم يبكي يعني فطلبنا منه وقتا هيكي نص للغنية للشارع فهو رفض رفض لأنه قال لي قال لي رضوان ما في ولا كلمة بتعبر بتعبر عن الشي ما في عندي ولا كلمة بتعبر ترطب إذا كاتب شي من زمان ممكن تكون كزي قال لي ما في ما في فوقتها يعني بصراحة يعني أنا خلص غضيت نظر عن الموضوع بلشت ابحث أنا بذاتي يعني أو حتى أكتب أنا عملت شوي تجارب كتابي فبتفاجأ أنه بعد كم يوم بيحكي معنا أدهم بيقول ما بعرف ليش هيك لحالة طلعت طلعت الفكرة فهو بصراحة بعث لي نصين نص فصحة ونص عامي تتذكر شو بتقولي والله يا ريت بتذكر ريت بيحتفظ فيون يعني بصراحة بس هو بعث لي نصين نصف بالفصحة ونصف بالعامي الفصحة طويل والعامي طويل فأنا عادت هيك يعني صفانت يعني بالنصين يعني في شي بيقربوا من بعض مع أنه هذا عامي وهذا فصحة فأنا جزأت أخذت المقطع الفصحة اللي ويمروا بيطيفوها وتسكنوا الأحلام جمينتهم وحبوها واسموها شقام أخذت هذا الحال ومن الفصحة فقط وأخذت جزء من العامي وضميتهم دمجتهم مع بعضهم طبعا عرضت الفكرة على الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد يعني أحدا أستاذ أحمد يوجد له تحية كمان هو من العقول المثقفة بتفكر صح فحجبته حب القصة كتير يعني حب الطريقة الكتير بيشبهوا فعلا بيشبهوا بعض هلأ طبعا وتنتسج اللحن بقى تنتسج اللحن وتنتسج التوزيع والموسيقى والقصص هاي كل هاته فبينت هذا الشي بس أنا كنت أبحث عن أغنية وطنية جديدة تخص السوريين فقط هذا كل رح خبر معلومة صغيرة قليل اللي بيعرف أنه بتغني حضرتك اللحن بصوتك لما بنتحد للأسف بدي تغنيني لحن كيف ممكن ويا مروا بي طيفوها كيف ممكن تطلع معك عن جد خلينا نشوف هادا التكنيك اللي نحن بدك تهرب جمهورة لا لا حد اللي راح دا قال لي صوتك قاعدين معك لا السماع بصوتك حلو لا أكيد لا أكيد ما له حلو يعني أنا اندندنا كيف بتطلع معك من اللحن والله يمكن مقرب أنا كلهم بيقوله دا قصة بسيك هالأزورات ويمر بي طيفوها وتسكون الأحلام جميلة وأحبها واسمها شام ويمر بي طيفوها وتسكون الأحلام جميلة أحبوها واسمها شام اسلام السلام الله يسلم بالدندن اللحن هو شوف الملحن عيب ما يكون بيعرف يغني يعني هو بيبدأ يعلم الغناء الملحن هو بيعلم المطرب كيف يغني يعني أكيد فهو نحن منصلب دراستنا للغناء لكن نحن قلّت ممارستنا للغناء فأصواتنا تضاقل شوي شوي يعني مع الفترة فكرت شي مرة تغني بصوتك أو تشارك بالشارك لا هلأ شاركت بشارك بسيطة يعني هيك أجزاء بسيطة يعني لضرورة العمل مو أكتر يعني هلأ أنا ابتديت بصراحة بدراست الغناء قبل ما أدرس الموسيقى كغناء طبعني مارست الغناء كتير وعملت تجارب يعني بس هي تجارب بعتبرها تجارب لحتى أسس شيء موسيقي معين موسيقى 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 اشتركوا في القناة